أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا لأكثر من 21 قطاعا اقتصاديا صناعيا وخدميا وعلى رأسها الوقود الأخضر والذي أعادت له المنطقة الاقتصادية مساحة 20 مليون متر مربع جاء ذلك خلال استقبال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا رفيع المستوى من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية اليونانية لبحث مزيد من سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى حول تعظيم الاستفادة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة